أو نحرق البلد بالكامل إذا فيه خوان لم تكن عبارة الأساد أو نحرق البلد مجرد كلمات عابرة كتبها جند وميليشيات النظام السوري على جدران البلدات المنتفضة بل حولت بالفعل مدينة مثل حلب خرابا بمساعدة بوتين حليف النظام الذي يريد السيطرة على المتوسط بعد خمس سنوات على التدخل الروسي في سوريا تقول مجلة فورين بوليسي إنه لا بد من التساؤل كيف انتهت الأمور وكيف تحول انتقاد بوتين للغرب بالتدخل لدمار صارخ ووحشي في سوريا خلف كثيرا من العنف والفقر والكوارث أما بالنسبة لحقوق الإنسان فلا يزال النظام وأجهزته الأمنية التي تقوم بتعذيب المتظاهرين متمسكا بالسلطة بكل قوته خمس سنوات مضت ولا يزال الاستقرار السياسي بالإضافة إلى الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي بعيدا كل البعد كما كان دوما عن الوعود التي أطلقها بوتين أزمات في الكهرباء والماء والوقود وطوابير ما تفتأ تنتظر وأخيرا حرائق في الساحل السوري لم يهرع لنجدتها جبال الاذقية بالقرب من حاضرة النظام القرداحة تحترق مشاهد تؤكد أن لا أهميات للمكان أو السكان معارضين أو مؤيدين فالهدف كما تعلن حقائق التدخل الروسي هو تأكيد وجود الكريملم في الشرق الأوسط وشرق المتوسط حيث الغاز وهو ما نجح به بوتين تأكيد موسكو على الحل السياسي خلف جولات لا تحصى نقلت الحل من جونيف إلى أستانا وسوتشي تخللتها 16 فيتو وفي النهاية لنتجة تتذكر لإنهاء العمليات العسكرية حيث لا تزال إدلب آخر حصون الثورة السورية هدفا للطائرات الروسية لكن ماذا عن الرحيل تقول الفورين بوليسي في تقريرها إن بوتين لا يفكر بالخروج من سوريا حيث لا يرى الكريملم في الذكرى الخامسة للتدخل الروسي في سوريا مناسبة للتفكير بحرب لن تصل إلى نهاية بل فرصة لازدهار التجارة إلى أسلحة والسيطارة على المنطقة